والمناقشة أبرز التطورات على الساحة الدولية تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا مرام حمسي صباح الخير مرام أهلا اسماعيل صباح النور مرام نبدأ من الحرب الأوكرانية قصف الأوكرانية على مدينة بيلغورود الروسية وموسكو تقول أنه ستتخذ كل الإجراءات لوقفه ماذا تحدثيننا عن ذلك نعم اسماعيل يعني يبدو أن هذا القصف بات متكررا على المناطق الحدودية الروسية من قبل القوات الأوكرانية وتحديدا في مقاطعة بيلغورود صرح حاكم المقاطعة بيتشيسلاف دلاتكوف يوم أمس أن المدينة تعرضت لقصف صاروخي أدى إلى مقتل أو إصابة ثلاثة أفراد بإصابات خطيرة تم نقلهم إلى المستشفى وجميعهم خضعوا إلى العمليات الجراحية وتتراوح حالاتهم بين المستقرة والخطيرة إضافة إلى تضرر مبنيين سكنيين وعدد من السيارات أيضا أكدت وزارة الدفاع الروسية أن هذا الهجوم الذي حصل في ليلة الاثنين وفجر الثلاثة جاء أو تم عبر راجمات من طراز فامبير هذه الراجمات تلقتها أوكرانيا منذ بداية الأزمة من قبل التشيك هنا الكريمليم على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أكد أن الجيش الروسي سيتخذ كل الإجراءات لوقف هذا الخطر على مقاطعة بيلغراد وباقي المقاطعات الحدودية وأيضا قال بأن الجيش بدأ باتخاذ الخطوات اللازمة لهذا الأمر لكن أيضا تم اليوم هجوم في صباح أو فجر اليوم اسماعيل على منطقة بيلغراد من جديد من قبل القوات الأوكرانية باستخدام صواريخ لراجمة أوريغان وإضافة لطائرة مسيرة بحسب وزارة الدفاع أنه تم إحباط هذا الهجوم إضافة إلى هجوم آخر عبر طائرة مسيرة في مقاطعة سراتف الروسية بالمقابل كان هناك تصريحات من قبل وسائل إعلام محلية أوكرانية عن أن القوات الروسية ردت على هذه الهجمات بهجوم عبر صواريخ ومسيرات في مقاطعة خاركيف تم تنفيذه في مقاطعة خاركيف وأدى إلى سماع دوي انفجارات كبيرة في المقاطعة إضافة إلى إطلاق صفارات الإنذار وحالة التأهب الجوي في مقاطعة خاركيف علما أن هذه المقاطعة هي التي من المرجح أن تكون مركزاً لإطلاق الهجمات على المناطق الحدودية الروسية وتحديداً مقاطعة بلغراد هذه آخر التطورات العسكرية أعود إلي إسماعيل قرام لو انتقلنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الحديث عن سعي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لحصانة لعودته للرئاسة اليوم إلى أي حد سوف يستفيد ترامب من هذه الحصانة؟ نعم إسماعيل وفق التصريحات وما جاء فيه محامي دونالد ترامب الرئيس السابق أن هذه الحصانة ربما قد يسعى فيها ترامب إلى تأجيل المحاكمات الجنائية الأربعة التي من المقرر كان عقدها في الرابع من مارس آذار القادم وبالتالي هي فرصة لاستئناف ترامب حصوله على الترشيح الانتخابي لانتخابات نوفمبر 22 وبالتالي بحسب المحامون الدستوريون المسؤولون عن هذه القضايا وسرحوا بأن هذه الحصانة ليست فقط سخيفة كما وصفوها إنما أيضا قد تؤثر على الدستور والديمقراطية في البلاد طبعا أكبر المهاجمين لدونالد ترامب بطبعا القضايا الجنائية الأربعة التي المرفوعة ضده وأيضا من خلال اليوم حديثه عن الحصانة الرئاسية هو جاك المحامين الفيدراليين والمحققين الخاصين في قضايا ترامب قال أن هذا الادعاء الحصانة هو سيضر بالدستور والسيادة في القانون وأعطى أمثلة عن ذلك أنه ربما يقوم الرئيس بتوجيه الحرس الوطني لقتل منتقده أو حتى إفشاء الأسرار حول الأسرار النووية في الدولة لخصم أجنبي بحجة أنه يقوم بعمله الرئاسي وبذلك لن يخشى من أي ملاحقة جنائية في حال أنه أعطيت الحصانة الرئاسية لدونالد ترامب وبالتالي انتقد بشدة هذه الادعاءات وقال أن هذه الحصانة يمكن أن تتم في محاكم مدنية أو محاكم مالية وتعويضات قام بها الرئيس بطريقة خاطئة إنما المحاكم الجنائية مضطر الرئيس سواء دونالد ترامب أو السابقين أو حتى اللاحقين من إخضاعهم لهذه المحاكمات خوفا من عدم سيادة القانون على الأشخاص بحجة هذه الحصانة وبالتالي أيضا طالب المحقق الفيدرالي جاك بأن يقوم المحكمة العرية الأمريكية بإعطاء الأمر مباشرة برفض هذه الحصانة دون تحويلها إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية تجنبا لعامل الوقت الذي يمكن أن يؤدي إلى تأجيل المحاكمات إلى ما بعد الرابع من مارس وبالتالي يكون ترامب حصل على ما يريده في ترشحه للانتخابات وأصوات حزبه الجمهوري لانتخابات عشرين أربعة وعشرين القادمة نعم اسماعيل مرام لو انتقلنا إلى شبه الجزيرة الكورية رغم تهديدات بيونج يانج سيؤول تعتزم استئناف التدريبات في المنطقة أو في المناطق العازلة بين الكوريتين كيف تقرأ هذه الخطوة أيضا؟ نعم اسماعيل هذه التصريحات جاءت على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قال بتصريحاته أنه من المتوقع أن يستأنف الجيش الكوري التدريبات في المنطقة العازلة التي تم إنشاؤها بموجب الاتفاق العسكري لعام 2018 وقال بأن هذا الاتفاق أصبح غير ساري بعد إطلاق كوريا الشمالية لمئات القذائف نحو المنطقة العازلة أيضا أضاف أنه بإلغاء هذا الاتفاق العسكري والعودة إلى التدريبات سيمهد ذلك إلى تقوية الجيش الكوري الجنوبي وانتخاذ الاستعدادات بشكل أفضل في حال المواجهة المباشرة أيضا صرح في مؤتمر صحفي أنه يجب تعميم هذا الأمر على الفروع الحكومية الأخرى لمعرفة إلى أي مدى يمكن العمل على إلغاء الاتفاق العسكري لعام 2018 بالتالي أيضا كان هناك تخطيط من قبل الجيش الكوري الجنوبي أن يقوم بتدريبات ومناورات عسكرية بالذخيرة الحية ليس فقط في المناطق البرية وإنما أيضا في المناطق العازلة البحرية قرب جزيرتين تقعان على الحدود الشمالية الغربية بين الكوريتين إذن التدريبات لا تقتصر فقط على التدريبات البرية وإنما أيضا البحرية طبعا بحسب أيضا التصريحات القادمة من بيونج يانج أن القذائف التي أطلقتها يومي الجمعة والأحد وصولا إلى الأحد كانت ردا على وقف الجزء لكوريا الجنوبية بالعمل بهذا الاتفاق العسكري والعودة إلى مراقبة ووضع نقاط تفتيش على حدود المنطقة العازلة لكن أيضا تم الرد من قبل سيول على هذا الأمر بأنها قامت بوضع نقاط المراقبة والتفتيش ليس انتهاكا للاتفاق العسكري وإنما ردا على إطلاق كوريا الشمالية للقبر التجسسي الصناعي وبالتالي هذه العمليات والمناورات واليوم نتحدث عن إلغاء الاتفاق في المنطقة العازلة قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة وتصعيد ساخد بين الكوريتين وهذا طبعا أمر حاولت الكوريتين وحلفائنا تجنب وقوعه على مدار السنوات التي شهدت توتر بين كوريا الشمالية والجنوبية جزيل الشكر من موسكو ورأسلتنا مرام حمسي شكرا جزيلا على كل هذه الآراء والمعلومات